اشتركوا في القناة اهلا بكم انا عمر عبدين بس قبل ما نبدأ لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول وبالمناسبة عملنا قناة جديدة اسمها حكاوي بننشر عليها فيديوهات طويلة بنحكي فيها قصص واقعية وغمطة ومسيرة اشتركوا فيها وهتعجبكم ان شاء الله قصة الاسد ليو والنمر شريخان والدوب ببالو هي قصة مؤثرة ومعبرة اتكونت ما بين 3 حيوانات من فصائل مختلفة بتبدأ القصة في ولاية جورجيا الامريكية سنة 2001 في السنة دي اقتحمت الشرطة قصر تاجر مخدرات علشان يقبضوا عليه واثناء عملية القبض لقوا 3 اشبال صغيرين دب واسد ونمر التلاتة كانوا عايشين مع بعض وبيلعبوا وكأنهم 3 حيوانات من نفس الفصيلة فراحت الشرطة واغدت تلاتة وبعتاهم لمحمية نوح اللي هي عبارة عن مركز انقاذ واعادة تأهيل للحيوانات اشتهر التلاتة وحكايتهم بقت على كل لسان وبعد فترة اتعمل لهم صفحة مخصوصة للفيسبوك وبقى الناس بيخشوا يزوروها علشان يتابعوا اخبارهم ومغامرتهم وطبعا اكتر حاجة كانت بتشد الناس هي الصداقة الشديدة اللي كانت ما بين التلاتة لكن مرت السنين ووصلنا لـ 2016 والاسد ليه بدأ يمر بضعف شديد وحالته الصحية اتأخرت والدكاترة قاله ان الكابت بتاعه بيعاني من امراض الشيخوخة ويعتبر في ايامه الاخيرة وبالفعل ما عدى الشهور الا ومات ليه وساب صحابه يكملوا المسيرة لكن اللي حصل ان من بعد وفاة ليه بدأت العلاقة بين شريخان وبالو تتوتر وسلكهم بدأ يتغير وكان واضح ان غياب صاحبهم التالت اثر عليهم وعلشان كده قرر المسئولين انهم يعزلوهم عن بعضهم لغاية ما الاوضاع تهدى لكن العزل واضح كده انه جيه بنتائج عكسية اللي اتنين بدأت تظهر عليهم اعراض سوق تغذية وبدأ اللي اتنين يتصرفوا بعضوانية يوم عن يوم فساعتها قرر المسئولين انهم يفكروا في العلاقة المعقدة اللي ما بينهم بشكل انساني شوية فخدوا اللي اتنين في زيارة للمكان اللي اتدفن فيه صاحبهم ليه وهو المكان اللي كان فيه تمثال على شكل اسد وسبوهم هناك علشان يشوفوا النتائج والغريب بقى ان اللي اتنين فعلا بدأوا يهدوا ومن ساعتها وبقت في زيارة بتحصل بشكل دوري علشان تساعد ان اللي اتنين يبقوا هادين لكن بما ان الموت حق وسنة من سنن الله عز وجل في الارض فمع حلول 2018 مات النمر شريخان هو كمان مع تقدم العمر ودلوقتي ما بقاش فاضل الا باله وحيد مستني هو كمان يوم المحتوم لو كنت زي اي طفل عادي وانت صغير بتتفرج على توم وجيري وبتحبهم فتفضل قابل القط رانجي والفار بينات بتدأ قصة اللي اتنين الصحاب دول في 2008 لما واحدة اسمها ماجي من ولاية ويسكنسن الامريكية قابلت القط رانجي في الشارع ايام مكان قط ضال كان قط صغير واقف على كنب وخايف ساعتها خدته وراحت بيه على البيت ومن ساعتها وبدأت صحيته تتحسن بس الفكرة بقى ان ماجي قبل ما تقابل رانجي كانت اصلا عايزة تشتري جوز فران بس دلوقتي بقى في مشكلة رانجي ممكن هو والفران يقلبوا البيت لملعب توم وجيري بس لما سألت الدكتور البطري قال لها عادي مفيش مشاكل اشتريهم وفعلا راح تشتريت جوز فران سمتهم بينات ومكة ومن اول يوم حصل استلطاف ما بين رانجي وبينات وبتقول ماجي ان مكة ولا كانت مهتمة برانجي ولا رانجي كان مهتم بيها ونتيجة بقى للكيميا اللي كانت بين رانجي وبينات اتولدت بينهم علاقة صداقة كانوا طول الوقت بيلعبوا مع بعض ولا كأن مكة دي موجودة بل حتى في وقت الاكل كانوا بيأكلوا مع بعض من نفس الطبق وبطول ماجي انها كانت بتحس ان بينات بيعتبر رانجي مثلو الاعلى مفيش حتة يروح فيها رانجي الا وبينات يروح وراه فعلشان كده قررت ماجي انها تجيب قطة تتصاحب مع رانجي علشان رانجي يسيب بينات يلعب مع مكة لكن القطة الجديدة مولفتش على ولا واحد من الثلاثة فقررت ماجي انها ترجعها واعترفت في النهاية ان كل المحاولات اللي عملتها كانت اضعف من قوة العلاقة اللي بين رانجي وبينات واحدة بقى من اجمل لكن في نفس الوقت من اغرب الصداقات هي الصحوبية اللي اتكونت بين مخلوق وزنه 5 كيلو جرام وهو الكلب مايلو مع الاسد الضخم بون ديجر اللي وزنه 230 كيلو جرام والكومي دي بقى في الموضوع انه على الرغم من الفرق الرهيب بين الاتنين الا ان مايلو هو الصاحب الكبير بعمر 7 سنوات بون ديجر العملاق عنده 5 سنين بس قصة الصداقة الغريبة اللي كانت بينهم بدايتها كانت حادث مؤسف حصل لبون ديجر هو وصحبه رينكي مدرب السرك حادثة اصابت بون ديجر بعجز في العضلات ورينكي فقد ركليه الاتنين وطبعا بعد الحادث المؤسف ده رينكي بطل شغل في السرك وبدأ يشتغل في الاعمال الكتابية وطبعا الحيوانات بتوعه كان مصرهم انهم يتوزعوا على اصحابه او يبقعهم وما احتفظش رينكي غير بالاسد بون ديجر ونمر تاني اسمه توني لكن في البيت رينكي كان عنده 3 كلاب اليفة بولت وانجل ومايلو اللي كون الصداقة الغريبة دي مع بون ديجر بيقول رينكي انه من اول يوم لاحظ ان مايلو عنده فضول انه يعرف اكتر عن بون ديجر ومن الواضح كده ان بون ديجر كان بيتعامل معاه على انه واحد من اشباله وما كانش اللي اتنين بيسيبوا بعض طول الوقت دايما حضنين بعض او بيلعبوا مع بعض والحقيقة بون ديجر كان بيعمل باقي الكلاب برضو بنفس الطريقة لكن مايلو كان هو اللي دايما معاه واما بالنسبة للنمر توني فلاحظ رينكي انه عنيف ومش قادر يتأقلم مع الكلاب اللي موجودة وعلشان كده اضطروا انه يعزل توني عن المجموعة علشان ما تحصلش بينه وبين بون ديجر مشاكل ما هو مش هينفع بون ديجر يبقاعد وتوني يجي يعني يعمل اي حاجة لحد من صحابه ما هو مش اسدها فيه يعني في سنة 2004 موجد سنامي عملاقة ضربت جنوب شرق اسيا ووصلت اثارها التدميرية لسواحل افريقيا الشرقية واحد من الحيوانات اللي اثر عليها الاضطرابات اللي حصلت في المية فرص نهر صغير جرافته المية ناحية المصب اللي على السواحل الكينية فرص النهر ده بقى واللي تسمى بعد كده اوين انقذوا الاهالي وخدوه على المنتزه اللي موجود هناك اللي اسمه منتزه خولر وهناك قابل اوين سلحيفة في ريعان الشباب عندها 110 سنة بس المهم نشأت بين اوين والسلحيفة اللي اسمها همزي علاقة قوية جدا وكان دايما المسؤولين عن المنتزه بيشوفوهم اللي اتنين جنب بعض لدرجة ان الحراس عملو لهم بيت يكملوا فيه بقية حياتهم هم اللي اتنين وساعتها ما كانش حد عارف ايه اللي ممكن يحصل للصداقة دي لما اوين يكبر ويبقى جسمه قدم زي 6-7 مرات لكن الغريب بقى ان عدت الايام واللي اتنين كبروا وفضلت علاقتهم الغريبة زي مقاية لدرجة ان الكتاب والمؤلفين اللي بيحطوا المناهج الدراسية في كينيا عملوا كتاب اسمه اوين ومزي لغة الصداقة بيتكلم عن الاتنين وطبعا السينما والمصرح ما فوتوش الفرصة وكانت اخر الاعمال مصرحية موسيقية بتتكلم عن الاتنين اتعملت في 2018 من تأليف الكاتب روجر شولمان واحدة من اشهر الصداقات بين الحيوانات هي الصداقة اللي بين الزرافة بيا وصحبتها النعامة والماء الصداقة اللي نشأت في حديقة بوش بولاية فلوريدا الامريكية الانستين دول اول ما كان عندهم صحة انهم يتحركوا ويجروا كانوا دايما يسيبوا اهليهم ويطلعوا ويلعبوا مع بعض وبالرغم من غريزة الخوف اللي كانت عند الاهالي بما انهم فاصلتين غير بعض الا ان الواضح كده ان اهليهم ما كانوش ممنعين خصوصا ان الاتنين حيوانات عشبة محدش فيهم يعني هيعد التاني لكن برضو كان دايما بيبقى ظاهر على اهل النعامة ويلما شوية خوف بسبب حجم الزرافة الكبير وخصوصا ان ويلما كانت غبية وساعد بتروح تنقر زرافات تانية جبار على انهم بيا لكن لحد دلوقتي الموضوع ماشي بسلام ومشاعر الصداقة مازالت بتنتصر على القلق وشقاوت ويلما اللي مش نوية تجيبها البر واحدة من اقوى قصص الصداقة في عالم الحيوان هي قصة الفيلة الافريقية بابلز والكلبابلة واللي بتبدأ قصتهم لما تعرضت عيلة بابلز لمدبحة على ايد صيادين العج وساعتها ما نجاش الا الصغيرين اللي لسه ما عندهمش انياب وتسابت الفيلة الصغيرة لوحدها في الغابة علشان تواجه مصرها لكن لحسن الحظ تم انقاذها قبل ما حيوان مفترس يكلها وتنقلت على حديقة حيوان ميرتل بيتش سافاري واللي كانت لسه حديقة جديدة بتتعمل وهناك المقاول المسؤول عن تنفيذ الاعمال كان دايما بيجيب معاه كلبة صغيرة اللي هي بيلا واثناء ما كان المقاول بيشرف على بركة السباحة اللي هتتعمل لمجموعة من الفيلة اتعرفت بيلا على بابلز وشبتوا في بعض ويوم ورا يوم وسنة بعد سنة كبرت الصداقة بينهم وما بقوش يسيبوا بعض انهائي حتى بعد ما كبر حجم بابلز وتخطت 3 متر وبقى تقد بيلا 20-30 مرة فضلت الصداقة بينهم عمالة زيد لدرجة انهم بقوا يعملوا كل حاجة مع بعض بيأكلوا سوا ويلعبوا سوا ويسبحوا سوا والحد النهاردة بيروح المقاول وعيلتوا كلها علشان يزوروا بابلز وبيلا واللي هم كمان عارفينهم كويس وبيستقبلوهم احسن استقبال بس كده خلصنا مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أكدع ناس اعملولنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل لآخر وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوهونا في التعليقات أغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من تعليقاتكم سلام